الدراما باليوتيوب العربي ما بتخلص الدراما وراء الدراما بس صراحة هذا الشي هو المحلي اليوتيوب حلقتنا اليوم رح نتكلم على أقوى ثلاث درامات صارت باليوتيوب العربي ولكن حسب ما اذكر هذول الثلاثة اللي حنذكركم اياها بالمقطع هذا ولكن قبل ما يبديده حابين نسوي جزء ثاني ونتكلم همي عن الدرامات صارت باليوتيوب لنتنسوا توصيل هذا المقطع على 500 لايك وبنفس الوقت تكتبوا لي بالكومنتات درامات صارت قديمة نبدأ بالمركز الثالث واللي هي درامات مجرم جيمز ومستر شنب طبعا هذول اليوتيوبرين هما السعوديين قديمين شوية كثير باليوتيوب الخصة بدأت يوم مستر شنب نزل مقطع وكسر فيه دراء المليون اللي هو يحلم فيه أي يوتيوبر المهم هذا المقطع سبب ضجة كثير كبيرة باليوتيوب الأجنبي وحقق 200 ألف دسلايك طبعا اليوتيوبر العرب وقفوا بجانب مستر شنب ومن واحد من اليوتيوبر اللي هو كان نور ستار ما لقيت لكم بصراحة نحاوسة تدور عن مقطع اللي دافعت فيه عن مستر شنب بس ما لقيته ولكن لقيت مقطع اللي مستر شنب يشكر فيه نور ستار ححطه لكم والله أنا كافه نور سوى الفيديو عني تساعدني شكرا شكرا لكي لساقة بساعدة فزعة اي فزعة شكرا لكي نور يا أخي ماشاء الله تبارك الله أول مرة أشوف دام كذا المهم كان في يوتيوبر واحد واقف ضد مستر شنب واللي هو مجرم جيمز طبعا مستر شنب ومجرم جيمز كانوا أكبر يوتيوبرين بالشرق الأوسط طيب إيش سوى مجرم جيمز مجرم جيمز نزل بنفس اليوم مقطع أسئلة يعني نقدر نقول كان على تهجم على مستر شنب رح حطلكم الجزء اللي تهجم فيه على مستر شنب يوم كسر درع المليون أبكسر أم 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 قال ايش قال درع يوتيوب صدك صدكتيني بكسرة حرام عليكم أكسم بالله الكومنتات أكسر الدرع أكسر الدرع ليه ليه أكسره أبغى فهم ليه أتعب تورثون عيال عيالي عيالي ليش رح أكسره وأخربه ولا رح أكسره من نص يعني واضح كثير أنه كان يتكلم على مستر شنب أنه هو كسره بالنص الدرع بنفس الوقت بمقطع مجرم جيمز حصل على 15 ألف ديسلايك وتهجم كثير كبير من جمهور مستر شنب لإضطار أنه مجرم جيمز يغفل التعليقات بعدها مستر شنب طلع بمقطع ورد على مجرم جيمز فحطوكم الرد أهضاء المشتركين جوا من وين في شخص تعرفون أنتم أكيد أغلبكم تعرفونه نزل مقطع في نفس اليوم نزلت أنا استهزفيني بالكلام قال أنا أغربي أنا أكثر أشيق نص ديري نصين وقال من ذلك أنا أحاول استهزفيني صراحة والله إذا من يعتبر هذا الشخص مثل أخوي حتدائم صار مع بالتويتر بالجوال هذا أكثر شخص ما توقعت أبد يسوي ذي حركة مدري صراحة ما سويت أشياء أبد طبعا هذا المقطع حصل على 20 ألف ديس لايك وبنفس الوقت طبعا بعدين صالح وصاروا ينزلون مقاطع ورا سنة تقريبا من الخصة بالمركز الثاني دراما وسام وياسمين تيكت الخصة تقريبا صار لها أربعة أشهر مختصر القصة يوم ياسمين خرجت من فريق ففانابولي ونزلت مقطع وصار تتهم وسام أنه رح يسرق قناتها بعدها وسام نزل بمقطع ورد على الاتهامات وبرد على الاتهامات وبنفس الوقت أعطى القناة إلى ياسمين ياسمين طلعت براها بمقطع وردت على وسام تيكت وانتهت الخصة طبعا الخصة كانت أكبر من نهيش صحا شوي حجيتها ببساطة ولكن الخصة كانت كثير كبيرة بالوطن العربي لدرجة أنه أغلب اليوتيوبر العرب صاروا يتكلمون على الموضوع ويسألون مع مين هم مواقفين وحتى جواني طبعا طلعوا تهجم فيها على وسام تيكت ودافع عن ياسمين طبعا في شخص طيوب جدا اسمه مملكة القصص طلع إشاعة أنه الموضوع مقلب وحصل 200 ألف دسلايك أو 200 ألف مشاهد الحمد لله وحصل دسلايكات يعني فإذا حابين أشرح لكم سبب هذا المقطع يعني إشتويته اكتبوا للكومنتات بالمركز الأول إجواني وبيسان أكيد ما راح أرجع أشرح الموضوع لأن شرحت يعني تقريبا بمقطعين ومقطعين صراحة كانوا كثير خرافين ولكن لح أقول لكم ليش حطيتهم بالمركز الأول السبب الأول بسبب كثرة مواضيع أو طول القصة وأكثر من شخص الدخل يعني بالخصة كثير يوتيوبر أيضاً اتدخلوا وصاروا يتكلموا على هذه الخضية على كل اللي نوصل لنهاية المقطع إذا حابين أنه مثل ما قلنا سوي جزء ثاني تستوصل مقطع 500 لايك صراح هذا المقطع كان مفروض يكون خمس درامات ولكن بسبب ضيق الوقت عمد أخلص لكم المقطع بسرعة اضطرأت أني أحط لكم ثلاثة درامات بس على كل اللي نوصل لنهاية المقطع مع السلامة